فإذاً بحب أكد لك أنه الله ليس ذكراً أو أنثى فالله لا نهاء إلا محدود صعب أنك تفهمه أو تستوعبه بالعقل إلا ما أعلن فقط في الكتاب المقدس عن طبيعة وصفات الله في هذا الكتاب العظيم والشيء الثاني لا تفيد المرتبية أنه الآب أعلى من الإبن أو الإبن أعلى من الروح القدس أو الأسبقية والشيء الثالث لا تفيد التناسل الجسدي حاشا لله هذا الأمر مرفوض رفضاً أباتاً وبالنسبة للمسيحية إهانة لأله إهانة للشعب المسيحي وإهانة لنفسك أص آية يعني لما بتكرر هذه الآية وبترددها عدة مرات وانت عارف في قرارة نفسك نحن لا نؤمن بهذا نؤمن بالإله الواحد اللي أعلن عن ذاته أن الآب له وجود ذاته الإبن هو كلمة الله الكلمة الناطق ناطق بكلمته والروح الروح المحيي هو روح الله القدوس فإذن حي بروحه وهذا ينطبق ومفهوم لكل الناس شيء آخر أحبائي وبكررها مرة تانية نحن نؤمن بإله واحد ضابط الكل الخالق والمهيمن المالك والمسيطر الحافظ وطبعاً هذا الخلق من خلال يسوع المسيح الذي به وله خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض إخوتي وأخواتي نحن نؤمن بإله واحد الذي يسمى أبو الأرواح بحسب كلمة الله الفكرة أننا أبناء الله هي فكرة على فكرة مريحة مش غلط لأنه إذا أنت أردت أن تصور الله إيه الإصطلاح اللي بتحب أنه يعني اتقرب أنك تفهم كلمة الله ألا تعتقد عندما نقول أنه الله أبانا أبونا أنه الفكرة جميلة أنه الفكرة حلوة أنه الفكرة مريحة أنه الفكرة بتعطينا القوة تعطينا التشجيع الفكرة نفسها معزية بتعزينا أنه الله أبونا واو هذا الإله الخالق كل الأكوان نحتاج إلى مليارات من السنين الضوئية حتى بس نفهم الكواكب ولكن يهتم يقول كتاب أنه شعرة من شعور رؤوسنا لا تسقط بدون إذني أليست هذه الفكرة مريحة أنه هذا الإله العظيم القدير القادر على كل شيء بيهتم فيه أنا شخصيا وبحبني أنا شخصيا أنها فكرة تعطي التعزية وبتقودني إلى حياة الرجع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة